موسيقى اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن لقطة او حديث لأحد زعماء ما يسمى بميليشيا الحشد وكان يتحدث عن مفهوم الدولة مفهوم الحشد يعني مفهوم هذه الميليشيات للدولة ومفهومها للعراق وقال انه يعني بالنصمت لما تحدثنا في الحلقة السابقة قال من يسأل عن الدولة نحن الدولة ومن يريد الدولة عليه ان يسأل عن الحشد نحن الدولة هكذا قال اما رئيس وزارة وزارة معرف منه وزارات اقتصاد تجارة سكان امن داخلية خارجية هذه كلها مجرد ديكور هكذا المفهوم احنا الاساس يعني هم من يقيمون كل شيء وهذا نفس المفهوم الذي يطبق في ايران الحرس الثوري الايراني وهم يريدون ان يطبقوا نفس المفهوم في العراق وهم من 2014 وحتى قبل 2014 يعني من عام 2003 هم هذا المشروع في ذهنهم وبدأوا تنفيذه فعليا على الارض في عام 2014 واستمر لحد الآن عموما في هذه الحلقة نفس الشخص تحدث الى مجموعة وطبعا منشور في وسائل التواصل الاجتماعي الى مجموعة من الميليشيات وهم يذهبون يريدون ان يذهبوا الى استعراض الجيش العراقي وهم ستة كانون الثاني في الذكرى 103 لتأسيس هذا الجيش فيتحدث لهم ويقول لهم وانتم ستذهبون وباعتبارها يعني قائد في هذه الميليشيات افعلوا كذا افعلوا كذا وقال لهم بالنص ما يهمنا قال اقول لكم ان القوات التي تستعرض معكم يقصد القوات الحكومية قوات الجيش قوات الجيش التي تستعرض معكم القوات التي ستستعرض معكم فقط شغلتها الاستعراض مهمتها فقط الاستعراض كل سنة اذا هم ينظرون الميليشيات تنظر الى هذا الجيش على أنه لا شيء القوة الأمنية والعسكرية في العراق هي الحشد ولا غيره هكذا عندما قال نحن الدولة وتحدثنا عن ذلك في الحلقة السابقة الآن تأكيد عليها يقول القوات هذه مجرد مهمتها الاستعراض فقط وحتى يضيف حتى لا ينكر بعدين هو نكر قال أنا لا دوما أنا أشيد بالقوة الأمنية ونحن من حافظنا الدولة ولا أتكلم أبدا ودائما أرفع من قيمة القوة الأمنية هذا الكلام لا أقبول لأنه واضح لأنه أكد عليها بجملة أخيرة قال وهو يحدث هؤلاء المجموعة من الميشيات هذه التي استعرض قال هؤلاء مهمتهم فقط أو شغلتهم فقط فقط الاستعراض أما أنتم فتفعلون كل شيء وأنتم تشتغلون كل شيء في هذا البلد إذن واضح هؤلاء مجرد ديكور وأنتم الأساس أنتم التي تشتغلون كل شيء يعني بيدكم الأمن بيدكم العسكرية بيدكم كل شيء أنتم بيدكم كل شيء وهؤلاء إذن هذه الميليشيات ليست جزء من القوات الأمنية وليست بأمرة القادة العامة القوات المسلحة هي القوات الأمنية وهي القادة العامة القوات المسلحة وهي رئيس الوزراء وهي الوزراء وهي الدولة هكذا يقولون وهو ربما اعتذر لأنه صار لغلط وصار حديث ربما قالوا له يعني موقتها أنت حديثك نحن نعرف هذا توجهنا وهذه وهذه بس أنت استعجلت ربما وتحدثت في هذا الموضوع أو ماكو داعي يتحدث عمليا هو هذا الموجود ماكو داعي ينثير لأن وزير الدفاع قالوا أنه يعني رفع قضية في المحاكم ضد هذا الشخص لأنه يسخر من الجيش ويقول أن مهمته فقط باستعراض والداولة والكثيرين هذا الحديث لذلك يعني أرادوا أن فهو خرج مرة أخرى وقال أنا ما أقصد القوى الأمنية أنا دائما نمدح بيها وهي كذا ونحن جزء منها وهي كذا وكلام غير مقبول فعندما تدعي تنظيمات ميليشياوية ميليشيات وعصابات إنها من الدولة وهي في كل نشاطاتها وكل أهدافها تريد أن تنالمي للدولة وتسقط الهوية الجامعة للدولة وترفع هويتها الأساسية الفرعية وتقول هي الهوية الوحيدة التي يجب أن تتمسك بها وإذا كانت هناك من هوية جامعة فهي هوية هذه الميليشيات وليس هوية العراق نحن العراق ونحن الدولة هكذا يقولون عندما تكون هناك تنظيمات مثل هذه ميليشيات وعصابات تحدث بهذا الشكل والدولة ساكتة الحكومة ساكتة وربما تعطي ومو ربما واقع الحال تعطي وتقدم المسوّغات ولا عذار عنها فإن الصورة عند ذلك في العراق كالآتي إن العراق بلا دولة ومن يتحدث عن دولة في العراق هو واهم ليس هناك دولة في العراق لأنه ماكو بلد بالدنيا تحكم رؤوس عديدة وأضعف رئيس فيها هي رئيس الحكومة لأنها تابعة لقوة أخرى هي المتحكمة فيها وهي من تطرق على رأسها وعلى الحكومة أن تستجيب لكل هذه الرؤوس هذا ما يحصل في العراق وهذا طبعا يعرف الأمريكان يعرف البريطانيين يعرف الفرنسيين يعرفوا كل من كل من اشتركوا في جريمة احتلال العراق وتدمير العراق ومجيء هؤلاء لحكم العراق يعرفوا كل هذا يعرفون أن لا دولة في العراق السفير الأمريكية تعرف ومم المتحدة بالأسخار تعرف والسفير البريطاني يعرف والسفير الفرنسي يعرف كل سفراء الاتحاد الأوروبي كلهم يعرفون وحتى السفراء العرب والحكومات العربية يعرفون هذه الحقيقة لأنه في العراق أكثر مبئس أنت حتى تؤسس مشروع أنت ما تذهب للحكومة إذا ذهبت للحكومة قد يفعشونه لك أنت أخذ موافقة الميليشيات أخذ موافقة حزب من أحزاب الميليشيات إذا موافقة وقبل بها وأخذ المعلوم المشروع كيمشي ويوحمى أما إذا ذهبت للحكومة وهؤلاء لا يعرفون سيفشل هذا المشروع وهذا ما حصل لك كثيرا آلاف المشاريع وراحت الفلوسهم الصورة إذن واضحة جدا العراق بلا دولة والميليشيات ميليشيات الحشد هي من تتحكم وهي ليست لها علاقة بالدولة ولا بالعراق لا من قريب ولا من بعيد هي تأخذ أوامرها من إيران وهي ذراع إيراني وتتبع إيران التوجهات الإيرانية والسياسة الإيرانية وتوجهاتها وأهدافها هي من تخدم أما حديث آخر عن وطنية ومعرف منه عن تريات هذه غير مقبولة واقع الحال يكذب هذا هذا ليس يعني ليست دعاء هذا واقع حال من يريد أن يتأكد منه واضحة أمان الصورة لكن من ينكر عليه أن يستطيع أن يقدم أدلة لإنكار هذا الموضوع هذا واضح جدا هذه التصرفات واضحة جدا والأقوال واضحة جدا والتوجهات واضحة جدا والانتماءات واضحة جدا فبالتالي هذا هو العراق هل فيه دولة؟ ومن يحكم العراق؟ يعني هل العراق هل يقررون؟ هل يقبلون باستمرار هذا الوضع؟ بهذا الشكل؟ هل يقبلون بأن نكون ضيعة تابعة لإيران والميليشيات تتحكم بنا بهذا الشكل؟ تتحكم بهذا البلد العظيم بتاريخه بكل تراثه طول عمره تاريخ الطويل نعم احتلتنا احتلونا الفرس الصفويين احتلونا أكثر من مرضى ربما لكن احتلال بجيش ودخلوا لكن بقينا نقاوم بقي العراقي قاوم وتخلص من عتم ورجع إلى مسيرته أما أن يتغولوا ويسيطروا على كل شيء ويحكموا باسم العراق والوطنية هذه كذبة كبيرة هذه لم تحدث وعلى الشعب العراقي أن يتخذ قرارا في هذا الموضوع وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نتركهم بخير وانتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم